كان رئيساً للمخابرات ويتهمه البعض بأنه كان له يد في مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني بحادثة المطار الشهيرة قبل تسنم رئاسة الوزراء أنا قلت لك شيء خلأ أقوله عيدة عيدة مصطفى الكاظم يأدفه من أن تستخدمه السياياي في اغتيال كبيرين مثل رئيس جهاز ما أعتقد شخصياً شخصياً ما أعتقد حساني بالنتيجة هو يمتلك الخصة تبين أنه يمتلك الخصة نذل تبين أنه نذل بس مو شجاع ويروح يلعب لعبة الدم خطيرة مع أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وهو جبان بداخله أشك بيها بس خلص اليوم حس الدولة موجودة تقدر تحقق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر